وفي كلمته بختام الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة أكد الرئيس السيسي أن الدولة لن تتخلى عن أسر الشهداء ولن تنسى تضحيات شهداء الوطن الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم من أجل مستقبل أفضل لمصر الأمور الحمد لله رب العالمين اتحسنت كثير قوي وبفضل الله سبحانه وتعالى كل التهديدات والإرهاب بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أبناء مصر من الشرطة ومن الجيش ومن كل اقطاعات الدولة الحمد لله احنا في مكان كويس قوي ولسه طيب مطلوب مننا أكتر من كده مطلوب مننا احنا نعمل أكتر من كده كمصريين عشان نقدم احنا من جانبنا الوفاء لهذه الدماء أكتر من كده فمرة تانية كل التحية وكل المحبة وكل الاحترام وكل التقدير ليكم لأرواح شهداءنا والمصابين والأسرهم وربنا سبحانه وتعالى يعني جزيكم خير الجزاء فيهم واحنا لن ننساكم أبدا لن ننساكم أبدا شاء الله موسيقى موسيقى موسيقى